على فكرة زي ما لسه أقول لكم برضو في القسم الثاني من الحلقة إذا كانت حرارة الأعراض عند الأطفال اقتصرت على الحرارة فقط وهذه الحرارة لم تتعدى التمانية وثلاثين الأساس في علاج هنا الأطفال أن احنا بنشك دايما كأطباء نقول دي حاجة فيروسية حاجة فيرل يعني ممكن الجسم يتعامل معها بسرعة فبندي خوافة حرارة كل أربع ساعات لمدة تمانية واربين ساعة بشرط بشرط أنه ما يظهرش أي أعراض تانية يعني تبقى الحرارة بس تمام وبالمناسبة دي برضو هقول لكم على نصيحة عملية بيعملوها الحمد لله كل الأطباء دلوقتي يعني في الأطفال أن هما بيكتبوا لكم نوعين من خوافة الحرارة خلاص ده ليه علشان خاطر ما يبقاش فيه نوع واحد فنستنفذ الحد الأقصى منه خلال اليوم يعني فيه مثلا الدول فلاني فيه أدوية مشهورة أو أنتم عارفينها يعني بتبقى نقط أو شراب أو كيف فنقول إيه الدول فلاني بس ما يزيتش عن مثلا أربع مرات في اليوم أو ما يزيتش الجرعة بتاعته عن كذا فلما بنحسب العدد الميلي جرامات نقول الله ده كده هيزيت عشان كده كل الأطباء دلوقتي في كل حتة في الدنيا بيكتبوا نوعين من خوافة الحرارة وعشان تبقوا فاهمين النوعين اللي بيبقوا مكتوبين دول بيبقوا طريقة شغلهم في الجسم غير بعض فعشان كده بنقول إيه خوافة الحرارة تبقى بالتبادل يعني بندي مرة ده وبعدين ندي النوع التاني بعده المرة اللي بعدين لما يبقى للدور ندي النوع التاني ما نديش نفس النوع الأولاني وبعدين النوع الأولاني وهكذا دي الحكاية دي بتضمن لنا عدم تخطي الحد الأقصى من الجرعة اليومية لدوى فيهم ودي بتبقى حاجة فعالة أو نصيحة هي حلو تمام فزي ما قلنا دي بتبقى حاجة فيروسية وإن شاء الله كده بتروح لحالها عند معظم الأطفال إذا فضلت الحرارة بعد الثمانية واربين ساعة أو ظهر أعراض تانية خلال الثمانية واربين ساعة الدكتور بنروح له على طول هيتعامل مع الحالة بطريقة مختلفة بقى تمام تمام طيب لازم الكشف الطبي أنا بتكلم هنا على الأطفال والكبار لازم الكشف الطبي من الأول يعني حتى اللي حكاية إن إحنا نمشي الطفل على خوافة حرارة دي الدكتور هو اللي يقول لنا خلاص يعني إحنا بنتكلم على أنا بس بقول لكم ما تستغربوش إنكم لو رحتوا للدكتور أو دكتورة وكتبت لكم خوافة حرارة بس ما تقولوش إيه ده دي ما كتبتش أي حاجة تانية ده الولد كان حرارته 38 أيوة ما فيه فيه طب يا جماعة فيه إحنا درسين طب فمش بندي الأدوية كده وخلاص لا بنقول كل حاجة في وقتها خلاص فعشان كده أنا بكرر لازم الكشف الطبي لأنه بناءنا كشف طبي بيحصل اختلاف في أنواع العلاج العلاج ممكن المضادات الحيوية واختلافات المضادات الحيوية يعني المضادات الحيوية دي لها مدى واسع جدا من الاختلافات سواء في تركزها أو جرعتها مش أنتوا تسمعوا كده عن أنت تمثل مثلا اتنين عيانين فيقوله إيه واحد منه بيسأل التاني يقوله إنت عيان بردو نفس الدور يقوله آه والله يقوله إيه بتاخد إيه مضادة حيوية يقوله والله خدت مضادة حيوية اللي هو بياخد تلات تيام يقوله إيه ده غريبة قوي أنا باخد المضاد حيوي الدكتور قال لي هتاخده أسبوع تلاقي واحد ثالث بس معهم مثلا كان في شغل ووالله يا جماعة دا لما عيت من أسبوعين خدت دا وحيوي مضاد حيوي خمس تيام لا ثلاثة ولا سبعة كل دول صح بس الدكتور اللي كشف على ده والدكتور اللي كشف على ده ارتأى إن دا ياخد المضاد الحيوي نوعه ده وده النوع ده وده النوع ده مش بس كده ده فيه كمان اختلافات في التركيز الكشف الطبي ضرورة ضرورة بتوفر في الفلوس عشان تبقوا فاهمين وكذلك اختلافات البخخات فيه بخخات الحالات الأمراض التنفسية دي البخخات دي أنواع كتير جدا جدا يعني مختلفة في المحتوى بتاعها يا وكذلك أدوية الكحة أدوية الكحة برضو فيها اختلافات كبيرة جدا من حيث التركيب والجرعات وأدوية الحساسية واختلافاتها خلاص أدوية الحساسية بقى فيه منها اللي بيتحط على اللسان وفيه منها اللي بيتاخد شراب وفيه منها اللي بيتاخد إقراس وهكذا تمام بناء على ايه اختلاف أدوية الكحة واختلاف أدوية الحساسية وحتى اختلاف المضاد الحاوي طبيعة الإفرازات اللي هي البلغم تمام وفي نفس الوقت طبيعة الحالة المرضية اللي عند المريض ده